قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم إلى قطعي التربية الآن أستطيع أن أذبحك هي جملة ليست في ترجمة لأحد أفلام الرعب بل هي عبارة موثقة في برنامج دراسي خاص بتلميذي السنة الثانية متوسط العبارة المثيرة للجدل فضحت منظومة دراسية تسعى لإعادة البريق المفقود للمدرسة الجزائرية مزيد من تفاصيل عن الموضوع مع ناسي ملوفي وليلياد هي من بين الأمثلة التي يتلقاها تلميذ السنة الثانية متوسط في كتاب اللغة الفرنسية وهي الأمثلة التي تتخذها وزارة التربية الوطنية مرجعا لتلقين التلميذ للعلم من خلال بعث أفكار تدعو وتحث على العنف بدل الاستدلال بأمثلة ترسخ قيم التسامح والمحبة في المجتمع هو الأمر الذي استنكره أولياء التلميذ الذين تسألوا عن الدور الفعلي الذي تلعبه وزارة التربية الوطنية خاصة والمدرسة عامة في عملية التنشئة كلمات بزافرهم موضوعين في الكتب المدرسية ما شغل في الكتب المدرسية ما دارت بذاتهم مع الأساتيدة وقد يكون كلام عنف وهذا لازم الوزارة والمكلفين بهذا التربية يقوموا بواجبهم مع ارتفاع مظاهر العنف التي أصبحت قاعدة تطبع صدوك بعض التلميذ بالعديد من المؤسسات التربوية يرى المختصون أن إدراج مثل هذه الأمثلة في الكتب المدرسية له عواقب وخيمة على المجتمع وعلى صدوك التلميذ على حد سواء في الوقت الذي تحتاج فيه المدرسة الجزائرية إلى تكاثف جميع الأطراف من أجل تقليص أو الحد من مظاهر العنف التي أصبحت مسلسلا متكررا في المؤسسات التربوية تطرح العديد من التساؤلات حول خلفية الاعتماد على أمثلة تحص على العنف قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم